شارك وفد مملكة البحرين في الاجتماع الربعي لفريق التحليل التابع للأمم المتحدة والمختص بمراقبة تنظيمات داعش والقاعدة الإرهابيين والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا بحضور 35 دولة الاجتماع يهدف لمتابعة مستحدثات الملفات الخاصة بالتعقب والمراقبة والتحليل المستخدمة من قبل الدول وقدمت السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية مداخلات حول آليات التتبع الدولية التي انبثقت عن جهود التحالف الدولي ضد داعش عبر العشر سنوات الماضية والتي جمعت بين العناصر الدبلوماسية والسياسية والأمنية والعسكرية والتي تبنتها وطورتها الأجهزة المتخصصة بمملكة البحرين مستعرض التفاصيل الفنية والتحليلية التي تسرد الرؤية المستقبلية للاستمرار في الجهود العالمية للحد من تنام التهديدات الأديولوجية الموجهة لتفكيك واستغلال المجتمعات الآمنة ولنشر الفكر المتطرف الهدام مؤكدة بأن مملكة البحرين بخبراتها الوطنية الواسعة اليوم تواكب وتعاون وتقف كتفا بكتف للتصدي للإرهاب وتفخر بسواعد رجالها ونسائها العاملين في النظم الوطنية المتجذرة والمتكاملة والهدفة لتحقيق وطن آمن مزدهر ومستقر ترجمة نانسي قنقر